مرحبا بكم احبائي مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة اللي ماشاء الله هارجعت معكم بوحد الوصفة اللي الديدة والكل كي عشقها اللي ماشاء الله غادي نحضره تجاج كينتاكي بوحد طريقة اللي مبسطة وسهلة وكي يجي ناجح والديد بحل كي يتبع في الزنقة تماما كنتمنا تتبعوا معي المراحل وطريقة ديال تحضروا لك انتو اول مرة كتشاهدوا القناة كنتمنا تضغطوا على الزل احمر اللي تحت زر الاشتراك وتفعلوا زل الجرس اول حاجة هنا غادي نحتاجه فخيضة ديال تجيش انا هنا اختارت الفخيضة ديال تجيش وغادي نحاولو نفلحوهم هكذا بالموس هكذا باش غادي دخلنا لهم تتبيلة وغادي دخلنا لهم العفية وكي يجو طيبين حتى من الداخل ما كيجوش فيهم الدم من الداخل غادي نحاولو نقطعوهم بهالطريقة باش ممفل اللي حنا دو كالفخيضة ديالنا والذي كاللحمة ديالنا كيجو طيبين من الداخل وكيعتونا كالد وما كيكونش فيهم الدم من بعد ما قطعناهم كيفما كيبلكون بهالطريقة دبا غادي ندوزو باش نتبلوهم ودجاج انا غسلها من قبل بالملحة والخل والحمض كما الطريقة المعتادة باش كنغسل الدجاج ديالنا غادي ندوزو عليه الحليب غادي ندوزو عليه المالح وغادي ندوزو عليه واحد المالقة كبيرة ديال الخل ممكن ايضا بلاس الحليب ندوزو اليوغورت الطبيعي واللدنون بالسوس غادي ندوزو شو ديال البزار ومن بعد غادي ننحركو ذاك الدجاج في ذاك الحليب وغادي نخليه تقريبا واحد المدة بتاع ثلاثة الساعات على الاقل هكدا ديك اللحيمة ديالو غادي تهرم زيان وغادي يجيكم نشرب مزيان ديك تتبيلا ومن بعد في واحد الايناء تقريبا غادي ندوزو واحدة نصف كيلو ديال الدقيق الناعيم واللدقيق الفورس غادي نزيدو عليه واحد شو دياله تومة بودرة غادي ندوزو ديال البوصل بودرة غادي ندوزو دياله سكنجبير غادي ندوزو ديال البزار غادي ندوزو ديال البابريكا واللف الحمراء غادي ندوزو ديال الملح ومن بعد غادي نخلطو هاد النواشيف مع بعضياتهم حتى غادي ندمجو مزيان وهنايا غادي نزيدو واحد شو ديال الزاتر وغادي نخلطو المكونات ديالنا من بعد غادي نقصو واحد الكيمية من هادك الدقيق تقريبا غادي نقصو الربع دياله غادي ندوزو عليهم واحد جوج بيضات غادي ندوزو عليهم شو ديال الموتارب يعني ذاك الربع اللي نقصنا ديال الدقيق اللي نقصنا زدنا علي جوج ديال البيضات واحد الملعقة ديال الموتارب وهنايا غادي نخلطو مع بعضياتهم العناصر كاملين وغادي نبقوك نزيدو المال بارد شوية بشوية حتى غادي نعصلو على واحد العجينة اللي غادي تكون شوية مرخوفة قد جينا تقربا بحل العجينة ديال اللي كخيب كيفما كيبلكم كان بقى نزيد الماء شوية بشوية على ذاك الخالط هنايا كيفما كيبلكم باقي شوية العجينة طقيلة شوية غادي نزيد شوية ديال الماء وهدا القوام اللي غادي نحصلو عليه ما زال انا صراحة من بعد زد في واحد شوية ديال الماء لانني بلية شوية تقيل وعود زد في واحد شوية ديال الماء غادي ناخدوك الفخيضة ديال الدجاج من بعد الماء جلسو ثلاثة تسوع على الاقل مرقدين في ذاك الحليب والخل غادي ناخدوك الفخيضة ديال الدجاج غادي نفندوهم في الدقيق الناعم وغادي نديروهم في ذاك الخالط ديال البيض والدقيق اللي درنا بهالطريقة من بعد غادي نحيدوهم من ذاك الخالط وغادي نردوهم البقيق وهنا في هاد المرحلة غادي تكون المرحلة المهمة غادي ناخدو دوك الفخيضة ديال الدجاج ديالنا غادي نبقوك نفندو في ذاك الدقيق وكنبقوك نمعسوم زيان بيدينا هكذا كيلتاسق ذاك الدقيق وكايدل لنا دوك الحبيبات ولا ذاك القشرة اللي كتكون من الفوق من بعد ما كنفندوهم زيان كنعودو كننسسوهم شوية من ذاك الدقيق وكنديروهم على جنب حتى غادي ندوزو باش نقلوهم بنفس الطريقة غادي ندوزو الفخيضة ديالنا من الدقيق الناعم وغادي نفندوهم في ذاك الخالط ديال الدقيق والبيض وغادي نردوهم للدقيق الناعم مرة اخرى وكيفما كيبال لكم كنفندوهم زيان وكنحاولو نمعسو بيدينا هكذا باش تكون لنا ديك القشرة اللي كتكون مشوكة من الفوق ودك الشكل ديال الدجاج ديال كينتاكي اللي كيتبع في السنقة وكيفما كيبال لكم هادا والشكل ديالو بنفس الطريقة غادي نكملو حتى غادي نكملو قاعد الكيمية اللي عندنا وفوحد المقلات غادي نديرو الزيت وغادي نخليو حتى غادي يسخن مزيان باش ممكن الزيت غازير ولا غادي تغرق لنا ديك غادي غادي غرق لنا ديك تشف ديك الزيت كيعطيكم تقرميشة احسن وكيفما كيبال لكم كنبقى كنحرك شوية ديك الفخيضة ديال ديش في الاول هكذا باش طلع لنا ديك تشويكا ديال ديك الدقيق اللي درناو ديك البيض وباش يعطيكم الشكل ديال كينتاكي الحقيقي اللي كيتبع في المحلات غادي نوضع ذوك الفخيضة ديال الدجاج كنديروهم في الاول على نار ساخن امزيان ومن بعد اه كننقصو شوية العافيوكا غادي نخليوهم يطيبوا على النار مهيلة هكذا باش يطيبو لكم حتى من الداخل كيفما كلكم وما كيجيكمش الدم من الداخل وبنفس الطريقة غادي نكمله قاعد جاج الكمية اللي بقت عندنا غير كنوجدوهم وكنديروهم في العافية مباشرة حتى غادي تحمرو لنا وغادي تقلو وغادي نبقوك نقلبو مع الجهاتي كيفما كلكم في الاول كنديرو على النار طلعة ومن بعد كنخفضو شوية درجات الحرارة وغادي نخليوهم يطيبوا على النار مهيلة غادي نكمله بنفس الطريقة حتى غادي نكمله قاعد الكمية اللي عندنا وغادي نطيبوها ومن بعد هذا والشكل النهائي ديال الفخيضة ديالنا ولدجج ديالنا كنتم بنيكون اعجبكم كيجي لديدو رائع بحل كيتبع في المحلات تماما وكيجي مقرمش من على برا كنتم من الوصفة ديالي وما تكون راقتكم وعجباتكم وإلا كنتم اول مرة كتشاهدوا القناة كنتم من ما تبخلوش علي وديرو الجيم وديرو ابوني وما تنسوش تفعل جرسة كده غادي وصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي وإلا كنتم عارفين شي واحد كتعجبو هاد الوصفة كنتم من اطباقتا جيوها معا كتجي وصفة ناجحة ولديدة وصلت معكم نهاية الفيديو زي انتمنى لقاكم بخير وعلى خير في وصفات مقبلة وأطباق مقبلة وانتظروا دائما الجديد ديالي ورجعوا للقناة لفعل كتير من الوصفات اللي ناجحين سهلين وغادي تستفدوا منهم وبسلام فصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة